المرأة اللي بتقبل فيك ليش بيقبل فيك شو عندك صفات انت تاخدك المرأة حلو حلو ملك هورون رشيد رجال قد كلمتي سند حنون رقيق كلها الامور انا طيب اذا الزواج عم بيفشل ليش فؤاد عم بيرجح يدور على امرأة تانية وما بيعتبر حاله انه هذه المؤسسة مان نناشحة معه لكن سؤال اللي سألتني اياه هادا بحيتي ما سألتو لانفسي لانو انا ما بادر عيش لا واحد دي وما نيعم نطلع عنه انا الاول حال الله انساني ارتبطت فيها كنت كتير متفهم انا وياها بس بعد فترة يفشل الجواز شو اللي بتبلش تكتشفه خلال الزواج ما بتكون بتعرفه قبل الزواج مثلا لما انا عم اخد بنت اصغر مني في عشرين سنة مثلا اول ما عم نتجواز عم نعيش اجمل حياة واجمل لحظات بعد فترة عم تغير امور كتير براسة انه بلش توعه لحاله انه الزلمة اكبر مني في عشرين سنة او كذا ترجع بتتغير هذا امر طبيعي العشرة هي بتادي لكتير امور العشرة عم تقولك انه عم بفهم منك العلاقة الجنسية اللي بتلعب دور اساسي ايضا بتحديد نجاح الزواج ما تاخذني اليوم شعري شيب انا كانك عم تقول فارق العمر عم بيلعب دور بعدم التكافؤ العلاقة فارق العمر بيلعب دور كبير لانه البنة اليوم عم تطلع فيك واو شو هالشخص هذا تمسال رهيب بجنن ملك لما عم ترتبط فيه عم توعى انه هالملك عمره كذا لما عم تروح هي على حفلة بدا ترقص في الزلمة عمره كذا ما بيرقص معه طبهت كيف تصير؟ فاعما تاخد ريس مع نفسك تكرر الانفصال طيب وليش كل زواج بتكون عم تختار الصبية اللي تكون اصغر منك بسنوات اكتر؟ اللي حصل معي انه انا ما اخترته اني خطولوني ليش اختاروك النساء؟ حلو حلو ومهدوم ومزع وطعا كل المرأة بتقولك ان انت حلو ومهدوم تتزوجها ما كله كل وعدة بتقولي هكا انت جواصت له بنا كله شو قاسم المشترك بين نساءك السابقات كلهم؟ كلهم اصغر منهم بديش؟ شي عشرة شي خمستعش شي عشرين شي خمسة وعشرين شي يعني كل النساء انت تزوجتهم القاسم المشترك هو فرق العمر بينكم فرق العمر بينهم وبينهم اي انا يعني ما بتعتبر انه هيدا هو السبب الرئيسي وراء فشل كل هذه الزيجات لانه زواج غير متكافر لا لا ما في نقول عم هلأ هلأ جوزت الحالية انا بكبرها بقمسة وعشرين سنة قديش عمرك اليوم؟ يعني كبير كتير انا قديش عمرك؟ اخلات من زمان يعني؟ ها Congratulations ليش الرجل بخافي قالوا عمرو لكن انا بحب الشبابين بحب دايشاب مش ليك تاخذ نساء او بتجزوج نساء اصغر منك بفرق كتير كبير لا اللاي أنا النساء مع انا اتبه المرة شريك المرة روح واحدة حبتك زهرة جميلة حبتك جمور ي tumbl entreهمة وتحميها وتحضنها وتحبتك بليش بتطلقها 14 مره؟ حملت انت احملت الزهرة حميتها و Rush lange وشو ميتup و دبلت شو بتاك تعمي وليش دبلت الزهرة؟ لأنه قطفتها من المجتمع وليش ما سقيتها للزهرة؟ كيف لك تصيها؟ شو برجع؟ عشاب أنا برجع لمجتمعها كيف لها تزبط؟ ليش عم تدبل معك؟ ليش ما بتخليها نظرة وعايشة؟ والله عمها صيها ما بأنا كل الوجبات بأعملها يعني أنا بسير بفهم بحس بمشاعر الإنساني مجرد ما بطلعت بعيونها بفهم شبه طيب هيدا كله بخلي المرأة والوردة تبقى فعلاً وردة نظرة طيب ليش بتدبل لكين؟ إلا ما تسهيلك هيك شي سهوة بيزهر الدبل فوراً وبتطلق وبترجع بتتزوج؟ معنا بتطلع هي بتطلب الطلاق وهي بتطلب الطلاق وأنت بترجع بتتزوج؟ طبيعي يعني حسب كلامك أنا بفهم إنه رأي فؤاد ما في يتقيد بأمرأة وحدة لفترة طويلة؟ طبيعي قديش أقصر زواج؟ شهرين وثمنتعشر يوم شهرين؟ وثمنتعشر يوم وثمنتعشر يوم أقصر زواج وأطول زواج؟ عشرين سنة خمسة وعشرين سنة لكن أقصر زواج شهرين وثمنتعشر يوم وأطول زواج؟ خمسة وعشرين خمسة وعشرين سنة والزواج الحالي قديش إليك مزوج؟ ألا رسيش ثمنتعشر وصلنا ثمنتعشر زواج؟ قطعت مرحلة الخطر أو ما قطعتها؟ بإذن الله قطعناها لأنه إنساني كتير جيدة ورديني يوم قديش عمرك؟ أعطي لك أنا من نايدك الساعات كبيرة كتير أنا قديش عمرك؟ خمسة سنة ممكن رجل خمسة سنة اليوم يرجع يقدم لزواج آخر بهذه المرحلة من حياته؟ أو خلص يعني بعد تعدد أزيجات، تعدد التجارب، السنوات اللي عم تقطع؟ الإنسان بيصير عنده ملل من كتير شغلات، بس الإنسان ما فيعيش لو وحده، مستحيل الإنسان يعيش لو وحده يعني هذا الزواج يرجح أنه بده يعيش؟ بده يعيش شكله عايش وما أحلى، وسعيد جداً زوجي رقم 14 اليوم، شبت وعدها؟ حياتي لا لا ومن بعد زوجي أخرى أو لا؟ طالما أنه هي بدها حياتي أنا ملكة إذا كبتني، ممكن غيرها يلمني وأي مسؤولية بيتحمل الرجل بفشل هذا الزواج؟ الأنفصال حق إذا مره منا طيق الرجل، غلط الرجل يوقفه غلط يظلمه، غلط يجبره حتى يعيشه معه هذا غلط إذا مره منا سعيدة بجوازه، المفروض يطلق صراحة فوراً الرجل مانه متملكة، مانه عبدي عنده سجل على www.lbcgroup.tv عمول سبسكرايب على الويبسايت واحضار كل البرامج والحلقات والتغطية المباشرة ساعة اللي بدك نزل الابليكيشن للبسي آي وخليها عطول معك